السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا وسهلا ومرحبا بكم طلابنا الأعزاء في مادة علم المواد 2 مع محدثكم الدكتور محمد عبد العزيز سالم في الجزء الحادي عشر من الفصل السابع سنتناول خواص وتطبيقات النيكل و الكوبالد اللويز الجذل الآتي يوضح الماتيريال تنصح السترانس يلد سرانس والونجيشن سرانسينج ميكانيزم والأبليكيشن أول حاجة عندنا البيور نيكل ده 29.9% نيكل قوة الشد له 50.000 و 16.000 يلد سرس والونجيشن 45% هذا إن كان السرانسينج ميكانيزم بتاعه النيلد أما إن كان قولد ووركت فقوة الشد تزيد تبقى 25.000 وليلد 90.000 والأبليكيشن على حساب الأبليكيشن فتكون أربعة يستخدمه في الحقيقة في الكوروجر ريزيستنس أي في السباك المقاومة للتياكل الكيميائي أما النيكل كبر اللويز عندنا السبيكة المانيل اللي هي 400 اللي فيها نيكل 31.5% كبر بيكون قوة الشد 78.000 وليلد السرانس 39.000 والأبليكيشن 37.000 لو كانت النيلد أما إن كانت إيج فهي تكون قوة الشد فيها 150.000 وتكون اليلد السرانس 110 والأبليكيشن 30 وفي هذه الحالة يكون الكبر فيها 29.5% كبر واثنين ونصف المئة ألمنيوم وستة من عشرة في المئة تيتاني وتستخدم فيه الشافتس والسبرينجز أما السبيكة الأولى فهي تستخدم فيه المحابس والمضخات والهيت اكسيت شينجرز أو المبادلات الحرارية معفوا أما النيكل سوبر اللويز على سبيل المثال النوع الأول نيكل و15.5% كروم 8% آيرن وتكون قوة الشد 90.000 والييلد 29.000 والأبليكيشن 49% ودي كاربايتز نظراً لوجود الآيرن فيكون المكون الأساسي في عملية السرانسينج هو الكاربايتز وتستخدم فيه الهيت تريتمنت اكيوبمنت أما الآيرن الآيرن نيكل سوبر اللوي اللي فيها نيكل و46% آيرن 21% كروم قوة الشد 89.000 والييلد 41.000 واللونجيشن 37.000 وأيضاً تكون الميكانيزم لها لعملية السرانسينج هو الكاربايتز أو الكاربيدات وتستخدم كهيت اكسيت شينجرز أو مبادلات حرارية أما الكوبلد سوبر اللوي اللي فيه 60% كوبلد 30% كروم و4.5% تانجستان قوة الشد 177.000 والييلد 103.000 واللونجيشن 4 والميكانيزم الذي يسبب عملية للسرانسي جوالكاربايتز وتستخدم كأبريزيف وير رزيستنز أو مواد مقومة لعملية البريل الميكانيكية